السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير معايا النهاردة الثلاثة اخبار للأسف تدهور حالة الفنان سيدرجة بعد اصابته بكورونا ونتيجة المسحة الاخيرة وكمان معايا اول ظهور اليسرى بعد شفاقها من كورونا وايه ردها على احداث اللي حصلت وكمان معايا حالة الفنان يحيى الفخران يلا نشوف كل التفاصيل بس لو سمحتم صلوا على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ اول خبر ما نبدأ اول خبر حبه اشكركم جدا على دعمكم الفنان سيدرجة بكلنا عارفين ان هو اصاب بكورونا وكان الحالة بتاعته مستقرة وكان بيخضع للعزل المنزلي في البيت مفيش اي مشكلة ولكن خلال الساعات القليلة الماضية تدهورت حالته الصحية فاضطر ينتقل للمستشفى بيعيني طبعا من مشاكل في التنفس وتحطى على جهاز تنفس صناعي بعده وتعمل ليه كمان مسحة ولكن للأسف نتيجتها برضو طلعت ايجابية هو خضع لها من 3 ايام طبعا قبل ما يحصل لكورونا الفنان سيدرجة بكان ليه موقف جميل جدا انه كان في واحدة يتيمة راحت وطلبت بس على الفيس وقالت انا نفسي ابو العروسة يجي يحضر الفرحي لاني يتيمة ومحتاجة جدا جنبي هو ما اصرش وهو راح ووقف جنبها وحضر وكمان شهد على عقد الجواز دي بعدها بايام اتصاب بكورونا ولكن كان بيفرح قلب واحدة طبعا احنا بنتمنى له الشفاء العاجل لانه هو انسان محترم وخلوق جدا البقى على خبرنا التاني هو اول صهور للفنانة يسرى بعد تعافيها طبعا من كورونا هي كانت طبعا كلكم عارفين انها تصابت بكورونا وتأثرت جدا وكانت في المستشفى وعلى تنفس صناعي والاخبار الكتير وقتها طلعت قالت وفات يسرى وحاجات كتيرة كده لكن يسرى كان اول ظهور لها لما ظهرت لسه من ساعات بسيطة وطلعت على حسابها وتتكلم طبعا شكرت كل الناس اللي دعت لها وقالت كمان كذبت الخبر ان هي لما طلع شائعة وهي تعبانة وقاله ان هي هتعتزل للفن والتمثيل والحمد لله وهتتحجب وكلام كتير جدا طلع في المقولة دي ولكن هالنهاردة طلعت قالت يا جماعة انا ما قلتش الكلام ده على لساني ده كان مجرد هراء على المواقع تواصل الاجتماعي انا مستمرة وعندي فيلم عندي مسلسل اسمه حربة اهلية بجهزوا لرمضان عشرين واحد وعشرين ومين قال لكم ان انا هعتزل وفضلت اتكلم في الموضوع ده كتير جدا لكنهم ما بفتكروش ربنا ولا بيعرفوا ربنا الا ساعة التعب بقولوا يعني لو احنا موتنا يبقى احنا عملنا حاجة كويسة ان انا قلت ان انا هتحجب او هعتزل التمثيل لو انا بقيت كويسة ورجعت خلاص انا بقى مستمرة في اللي انا فيه مفيش حجاب ولا فيه اي شغل من الكلام ده قديني بمثل والدنيا وقت ما ترسي يلا ماشيين معه وخلاص لكن ربنا او التوبة او المغفرة او كل ده ليها وقت معين وهو بالنسبة لهم وقت المرض كمان قالت كورونا اه اثرت على نفسيتي وانا كمان نفسيتي وحشة اكتر من وقت وحيد حامد من وقت وفاة الفنان وحيد حامد وجاب عادي الفنان هادي الجيار وجاب عادي طبعا الفنان عزة العليلي فهي قالتهم كلهم وقالت اصدقائنا كلهم بيروحوا مننا واحدة واحدة ولكن كل واحد ليه عمري طبعا انا مش هقدر اقول غير لكل اجل انكتاب اللي ربنا حبيب يهديه ربنا يحط له تقوى في قلبي قلبه ويهدي ندخل بقى معينا على الخبر التالت قبل ما نكمل اخبارنا لو سمحتوا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك من فضلكم فنان يحيى الفخراني طبعا هو من موليد 7 ابريل 1945 عنده 75 سنة بصوا في حاجة حصلت اكتر فنان ناس اتقصرت به وتأصرت بوفاته وكلهم حزنوا عليه في الوسط الفني كان هو الفنان عزة العليلي كلهم زعلوا عليه بلا استثناء من حسين فهم اللي دخل مستشفى الامراض العقلية اللي عبلة كاملة اللي اتدهورت حالتها جدا الهم شهين اللي دخلت في غيبوبة بعد وفاته الزعيم عدل امام اللي تأثر وفي عزلة تامة في بيته جاء بعد ده كله كمان جاء الفنان يحيى الفخراني كان على رأسهم اللي نعا بكلمات مؤثرة جدا وقال الله يرحمك يا اعز واغلاء الناس احنا فقدنا واحد من ارجل الناس في الوسط الفني الفنان يحيى الفخراني زعل جدا وتأثر وحالته ادهورت جدا بعد وفاة الفنان عزة العليلي وفي اشعاعات قالت ان هو عنده كورونا هو ما عندهش الكورونا لكن هو بحكم السن وبحكم الصداقة والعشرة اللي كانت بينهم يمكن حس ان الدور عليه يمكن حس ان الموت بييجي في لحظة لان الناس دي مش تبقى ماشية في الدنيا عايشة وخلاص هي مش حسة ان ممكن ييجي وقت موت ويجي وقت يتحسبوا عليه كلهم بجد هما وسط بالنسبة لهم هو عيشة الرفاهية اللي بيبقوا عايشينها ما حاسسانهم ان مش فيه اخرى مش فيه طبعا انا مش هوس حد عشان محدش ينزل نتقدني ولا انا بتكلم في الدين ان انا افضل منهم كل واحد له ما له وعليه ما علي طبعا ربنا يرحمنا برحمته الواسعة وبشكركم جدا متابعين الكرام شكرا سلام عليكم